المستكفي عبدالله بن علي الخليفة الثاني والعشرون من الخلفاء العباسيين دام عهده سنة وبضعة أشهر وكان إنجازه الكبير أنه أدخل البويهيين إلى بغداد ليبدأ عصر البويهيين ويستمر 128 عاما وقد كتب الخليفة إلى أحمد بن بويه وطلب منه دخول بغداد ودخلها في حادي عشر جماد الأولى سنة 334 هجرية فاستقبله الخليفة المستكفي واحتفى به وخلع عليه وعينه أميرا للأمراء ولقبه معز الدولة ولقب أخاه علي عماد الدولة كما لقب أخاه الحسن ركن الدولة وقبل نهاية جماد الآخر كان قد استلم مكافأته وانتهى عهده وبصره وحريته لم يطل عهد المستكفي لكنه ترك بصمة مميزة في التاريخ العباسي والتاريخ الإسلامي